أكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحرقة الجوية للرحلات الدولية اليوم بنسبة تصل إلى حوالي 97% عبر السفر والعودة من وإلى مطار القهرة الدولي وأوضحت الوزارة أن إدمالية عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطار القهرة الدولي بلغ ما يقرب من 126 رحلة بينما استقبل المطار 105 رحلات دولية يأتي ذلك كل في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة للوقوف على مستجدات الأمور بشأن الأعطال التقنية التي تعرضت لها العديد من المطارات حول العالم